هذا الطعام يدمر صحتك وأنت تأكل منه كل يوم تخيل أنك كل يوم تأخذ جرعة من السم الحلو دون أن تدري نعم إنه السكر المضاف الذي نستهلكه بكثرة دون التفكير في تأثيره هل كنت تعلم أن الإفراط في استهلاك السكر لا يؤثر فقط على وزنك أو نسبة السكر في الدم بل يعتبر عدوا خفيا للكبد؟ الدكتور أرناب ساركار استشاري أمراض الجهاز الهضمي أطلق تحذيرا صارخا حول تأثير السكر الزائد على صحة الكبد والكبد هو العضو الحيوي الذي ينقل جسم من السموم يغضو ضحية للإفراط في السكر كيف تحمي الكبد إذن من هذا العدو اللذيذ؟ أولا تناول نظام غذائي صحي الفواكه والخضروات الطازجة هي حلفائك في هذه المعركة ثانيا قلل السكر تدريجيا لا داعي لأن تقطع السكر تماما فقط حاول تقليل الكمية تدريجيا ثالثا ابحث عن البدائل الطبيعية العسل أو دبس السكر قد يكوناني خيارا أفضل وليس فقط للنكهة بل لصحة أفضل رابعا اشبع بالبروتين والألياف ستساعدك على مقاومة الرغبة الملحة في تناول السكريات ولا تنسى تجنب المشروبات السكرية والعصائر المعلبة فهي مليئة بالسكر المضاف الذي قد لا تلاحظه حتى هل تعلم أن متوسط استهلاك الأمريكيين للسكر المضاف هو حوالي 17 ملعقة صغيرة يوميا وهذا يعادل 68 جراما بينما توصي بزارة الزراعة الأمريكية بأن يكون الاستهلاك اليومي أقل من 12 ملعقة صغيرة فقط أما جمعية القلب الأمريكية فتقترح حدودا أكثر صرامة النساء يجب أن لا يستهلكنا أكثر من 6 ملاعق صغيرة والرجال أقل من 9 ماذا يحدث لجسمك عندما تستهلك الكثير من السكر؟ إن الإفراط في تناول السكر يا صديقي يعني المزيد من الدهون المخزنة في الجسم ومع زيادة الوزن يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب السكري بل وحتى السرطان رغم أنك قد لا تتناول الحلوى كل يوم هناك سكر مضاف يختبئ في مشروباتك المفضلة مثل القهوة المنكهة أو حتى في بعض الأطعم الصحية كالعصير الأخضر والزراد هل ستبقى مستسلما لهذا العدو الحلو؟ حان الوقت لتدرك أن السكر ليس فقط مشكلة الوزن بل قد يكون هو الخطر الذي يدمرك دون أن تدريه